أهلا بكل مشاهدينا زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة ان الدولة المصرية شغالة في الوقت الحالي على انها تبني قدرات الشباب في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وده يمكن الترجم من خلال مجموعة من المبادرات التكنولوجية اللي نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي مبادرة أجبال مصر الرقمية وكمان انشاء أكبر جامعة تكنولوجية معلوماتية في الشرق الأوسط ودي حيكون مقرها مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة ده هيخليها نسأل دلوقتي ازاي الدولة ممكن تكون اهتمت بمشروعات الرقمانة والبرمجة وبناء قدرات النوابخ في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأسئلة دي مش احنا اللي هنجاوب عليها اللي هنجاوب عليها بالتفصيل الدكتور أبو العلا عطيفي حسنين الأستاذ بكلية الحاسبات والدكاء الاصطناعي جامعة القاهرة أهلا بسهلا بحضرتك دكتور منواري التخصص نفسه جديد أو جديد على ودننا قد يكون موجود في جامعة القاهرة من فترة أو قد يكون موجود في كليات الهندسة من فترة وبعدين بقى فيه تعامل كلية خاصة لكن احنا بالنسبة لنا كمتابعين يعني لللي بيحصل التخصص جديد علينا شوية فلو حضرتك تقول لنا ازاي الدولة قدرت انها تهتم بمشروعات رقمانة كبيرة زي دي انها تبني قطاع او تبني قدرات نوابخ في تخصص أصلا احنا مش متعاوزين عليه نعم هو اجتماع سيادة الرئيس مبارح برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ده ملف متابعة يوضع اهمية اهتمام الرئيس بملف التحول الرقمي بصورة عامة في مبادرات كثيرة جدا قامت بها وزارة الاتصالات دعما لهذا الملف وفي الآخر نوصل إلى مجتمع مصري رقمي كامل فهو ده التوجب بتاع الدولة عشان كده سيادة الرئيس هو بتابع تقريبا كل شهر أو كل ثلاث أسابيع هو بيعمل هذا الاجتماع لمتابعة ملفات كثيرة جدا وزارة الاتصالات على عبئ كبير جدا في مبادرات كثيرة جدا وبناء البنية التحتية التقنية في هذا الاتجاه طبعا الانترنت دلوقتي بقى موجود كبنية تحتية أساسية بقى موجود وبقى ملموس فيه سرعات بالتدت تكبر فيه ألياف ضوئية هتبقى موجودة فيه مبادرات كثيرة جدا بتدعم التوجب بتاع الدولة وملف التحول الرقمي ملف التحول الرقمي فيه بعض الإنجازات الجميلة اللي الناس كلها حاسة بيها زي ملف البنوك أو الشمول المالي كلنا حاسين دلوقتي فيه تطبيقات كثيرة جدا نقدر نتعامل بيها في الجزء المالي فيه الشهر العقاري برضا موجود فيه عندنا البريد موجود دلوقتي والناس دلوقتي حاسة بهذا الجهد الكبير فيه ملفات كثيرة جدا شغالة في التحول الرقمي لكن ما زلنا محتاجين جهد أكبر عشان كده سيادة الرئيس أنه بيتابع هذا الملف إيه بقى المبادرات الموجودة الكثيرة وأشهرها طبا طب ممكن قبل منخش في المبادرات أنا عايز أتعرف بس على كيف سيدرس طلاب جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي نرجع بقى لملف الكليات يعني أول دي بالنسبالي برضو أنا بأهل نعم نعم ودي إحدى أدوات التأهيل هو المستقبل ودل الرئيس عايزه أنا بقى إزاي حخلي طلاب جامعة حكومية نعم يدرسوا ذكاء الصناعي على نفس مستوى الجامعات الخاص إحنا بدأنا جامعات الحكومية هي بدأت من زمان تخصص الحاسبات عندنا قطاع الحاسبات والمعلومات في أكثر من 25 كلية على المستوى الحكومي وبعض الكليات وانشئت من 3 سنوات تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية للذكاء الاصطناعي فعندنا كليات ذكاء الاصطناعي موجودة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة هي على ريادة هذه الجامعات طبعا المناهي كلها اتغيرت مناهي جديدة موجودة في كليات أو قطاع الحاسبات الحكومية موجودة التدريس ابتدى أول دفعة خرجت يعني خرجنا أول دفعة السنة من تخصص الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فحنا فعلا بنستخدم تقنيات الحديثة اللي بيسميها سيادة الرئيس التقنيات الباذرة منها الذكاء الاصطناعي فهي عندنا دلوقتي مهندس ذكاء الاصطناعي يقدر يتعامل مع البنية التحتية القوية للبيانات اللي هي موجودة في مصر دلوقتي ومصر رحى عليها الذكاء الاصطناعي ما عرفش شغاله إلا بوجود بيانات وبالتالي احنا بنتكلم على البيانات كمحور أساسي لخريجي الذكاء الاصطناعي لوضع تطبيقات ذكية في جميع مناحي الحياة ما هو المتعامل مع البيانات ده أخذ برامج شكلها إزاي أخذ دراسة شكلها إزاي إحنا أخذنا كورسات في كورسات لبدت سنتين من أولى أربع سنوات تلتة التخصص من السنة الثالثة التخصص وفي بعض الكليات ذكاء الاصطناعي زي قفر الشيخ وبالتالي بنتيدي التخصص من سنة أولى والتخصصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعتمد على معالجة اللغات الطبيعية والنظم الخبيرة عندنا شركات دكتور عندنا شركات مع جماعات أخرى بيتم تبادل طلابي فيها أو تبادل أسد نعم عندنا دلوقتي إحنا عندنا أسد كويسين جدا وخصوصا في الجامعات الكبيرة لكن استل بعض الجامعات الحكومية في الأقالين هي محتاجة دعم لبناء القدرات وتجهيز إصطاف متخصص في هذا الاتجاه فهو دوت الدولة شغالة في تجهيز هذه القدرات لكن عندنا في تخصصات تطلع في عندنا في جامعة القاهرة بما لها تاريخ في عندنا تميز في أعضاء هذه التدريس جايين من مدارس مختلفة في الجامعات كلها الحكومية دلوقتي وخصوصا كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي عندها برامج مشتركة مع جامعات عالمية زي جامعة لندن زي ستانفورد فعندنا في هذه الشراكات وبالتالي الخريج بيقدر يطلع بشهدتين أو بيطلع برنامج يعني متدوج مع الجامعة المصرية والجامعة الدولية مثال مهم جدا في مدينة المعرفة الجامعة المعلومتية الجامعة المعلومتية دي إحدى يعني مؤدرات الدولة العاصمة الإدارية من إحدى الأشياء المهمة جدا الداعمة لهذا التخصص أو هذا الاتجاه فالجامعة المعلومتية هي ربط ما بين الدراسات الأكاديمية وسوق العمل والتطبيق فدي أول جامعة تبع وزارة الاتصالات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي بتكون بهذا الاتجاه طبعا هي عندها تمويل الجماعات الحكومية ابتدت تمول نفسيها ذاتيا من خلال برامج التمييز وكل برامج التمييز في الجماعات الحكومية وخصوصا كليات الحسيبات والذكاء الصناعي هي في اتجاه التطور في اتجاه الرقمنة الزكية الجيل الصغير في مبادرة اسمها أشبال مصر الرقمية دي مبادرة مهمة جدا الرئيس عملها من أجل البراعم الأشبال المبادرة دي إزاي هتأهل طلبة إعدادي سنوي لما يخش على الدراسة الجامعية يبقى يعني مؤهل كويس هنبتدي من إعدادي ولا هنبتدي من ابتدائي لا أولا أعدادي لكن إحنا عندنا تجربة أنا هتكلم على أجبال مصر الرقمية لوزارة الاتصالات يعني سريعا جدا وأرجع إلى تجارب أخرى للجامعات والمجتمع المدني لازم المجتمع المدني يلعب دور كبير جدا في تنمية القدرات منها الجامعات بقطاع الكبير بتاعها اللي هو قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع أجبال مصر دي فكرة عبقرية مهمة جدا إحنا بنجاهز دلوقتي الأولاد ليتعاملوا مع التحول الرقمي أو مصر الرقمية والمستقبل ووظائف المستقبل الوظائف كلها تتغير في المستقبل فأنا بجاهز الأطفال هو وزارة الصلاة اختارت من أول أعدادي لحد تانية سنة وتقريبا 3000 طفل في كل سنة في خمس سنوات بـ 25 مليون جنيه دعم لهذا المشروع فأنت بتتكلم على 15 ألف طفل بيتعلم أدوات البرمجة وده أولئي البردك إحنا معتاجين إحنا عندنا 40% من المجتمع المصري أطفال معنش يعني إيه بيتعلم أدوات البرمجة يعني بيدرس بقى كودينج وديكودينج وبيدرس لغة البرمجة وبيدرس كل التفاصيل دي ولا بيدرس أنه يعمل تطبيقات ولا بيدرس أنه يدخل بأن قرب لنا الفكر مفهوم الدولة نحو الابتكار التقنيه وليس أننا أعمل تطبيقات يعني أننا أجيب تكنولوجيا موجودة وأبتدي أننا أستخدمها إحنا مش عاوزين استخدام إحنا عاوزين أن نوطن التكنولوجيا الأطفال هم المستقبل بتاعنا لأن الدنيا بتتغير التحول الرقمي سوف يكتمل مع اكتمال التحول الرقمي وتحول مصر إلى دولة رقمية الأطفال دي هي التي تستخدم هذه التكنولوجيا وهي التي تعلم أهليها لأننا لدينا جهب كده موجود ما بين الأجيال الكبيرة هنظبطها إزاي دكتور إحنا عمليين نقول للولاد ابعدوا عن الشاشات في الأوقات الزيادة هنعمل إيه هل فيه وقت محدد هل فيه مبادرات في المدرسة مثلاً في الحصص المخصصة إحنا عندنا في المدرس الخاصة والحكومية والدولية في كل المدرس فيه أوقات مخصصة لالتعامل مع الكمبيوتر نتكلم عن المدرس الحكومية نركز على الحكومة طبعاً الدولة في المدرس الحكومية لأ احنا فيه مكان للجميع لكل من يطلق التعليل على أرض مصر موجود هناك فيه التمويل أو المدرس الحكومية ونشوف تجربة بتاع الجامعة الكبيرة المدارس الحكومية فيه تطوير وفيها يعني فيه تحديات كثيرة جدا موجودة في التعليم الأساسي لكن الدولة حطت الخط فالخط طريق دلوقتي الأطفال كلهم بيزاي بيتعاملوا مع التكنولوجيا بيتعاملوا مع الأدوات الجديدة لكن إحنا عاوزين الأولاد يكتبوا أكواد يتعلموا برمجة لأن البرمجة فيها فكر ابتكاري وبالتالي أنا بعلم الولد يطلع منتج ابتكاري نقدر نستفيد بيه دعما للاستثمرات يعني دعما للاقتصاد والتنمية الشاملة فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي زي ما قال الرئيس هي تمكين أدوات تمكين فإحنا بنمكن الأطفال في التعامل مع هذه التقنيات بيه المبادرة بتاعته صالة التصالات جامعة القاهرة تبنت مبادرة أجبال جامعة القاهرة للبرمجة واخدناهم في الثلاث شهور دولة اللي فاتوا وبنعلمهم دلوقتي مسن من خمس سنوات من خمس سنوات لحد خمس سنوات سنة ودي فترات صغيرة وابتدينا نقسم الأولاد أو الأطفال بناء على الإمكانات خمس سنوات اللي ما بيعرفش يقره لسه هيتعلم لغة البرمجة يعني شوية حروف كده على قد بيقره دلوقتي بيتعمل بيعمل ويبقى استغنى الخالص عطينا له أدوات ذكاء الصناعي بسيطة بتعتمد على الرسومات بعض الأدوات فابتدى يرسم ويربط وبتاعه ويحرك وبعد كده الكبار شوية بدأنا نعلمهم لغة مهمة جدا هي لغة برمجة اسمها البايسون وهي من إحدى الأدوات الدائمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عدنا ندرب حوالي 730 طفل في هذه المرحلة السنية جينا ظهرت لنا مشكلة التغير المناخي واهتمام الدولة بهذا الملف لإمكان قدر المطمر فابتدينا نجهز الأطفال يعملوا حلول تقنية إبداعية إبتكارية على هذا الطبيق وعملنا بارح مؤتمر كبير جدا كان فيه أكتر من 45 طفل بيعملوا بريزنتيشن عن كيفية أن الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز أنه يحل هذه الحلول وكان فيه معرض كبير جدا من إنتاج من الأطفال فالأطفال فعلا عندهم ملكة الإبداع والابتكار بس لازم نبرز ده فيه صحيح على أي حال دكتور حركة تكلمت ربما عن الدراسة الجماعية التقنية وتكلمت عن الأشبال عندنا مبادرة بناة مصر الرقمية المبادرة ما بعد التخرج اللي هي فيها توقامة مع عدد من الجماعات العالمية وأنا عارف أنها تتكلف كتير على الدولة لأن فيها فعلا مجهود وتاخد سنة تقريبا أو أكتر نعم وأهلة شباب أنا شفتهم لسوق العمل فعلا قدروا أن هم يعملوا مشاريع جميلة قوي نعم يعني نقدر نقول المبادرة دي رايحة فين عملت إنجازات حقيقية مع كام شاب وظفت كام واحد هي التجارب في البدايات لكن فيها يعني بدايات مطمنة دلوقتي الاتجاهات لو إحنا جينا للسنوية العامة ترى أن كل الشباب رايح للقطاع الحاسبات والذكاء الالصناعي فعمل مشكلة في القطاع وبالتالي عدد كبير جدا حرم من مجود للأعداد اللي هي موجودة ففي مبادرات مهمة جدا على الشباب ما بعد التخريج ودي موجودة جدا بالترابط مع شركات دولية وإحنا عندنا شباب دلوقتي من خريج الكلية ما بعد البكاليوس موجودين دلوقتي في أكبر شركات موجودة زي أنتل زي جوجل زي الفيسبوك فدي نمازج مهمة جدا وصفراء لزملاءهم داخل مصر في هذا الملف طيب دكتور يعني مصطفى كان لسه بيسأل عن الشباب والمبادرات اللي بتقدم لهم أماكن تقديم مثل هدي الخدمات سواء كانت لمبادرة الأشبال سواء كانت لمبادرة الكبار نعم احنا عايزين حالك بتقول أنه كان تم التدريب لمدة ثلاث أشهر في جامعة القاهرة نعم الجامعة الأم نعم لكن واحد ساكن فيه العاصمة الإدارية نعم مش هيعرفيك جامعة القاهرة طيب واحد ساكن فيه برا محافظة القاهرة أو الجيزة بصفة عامة نعم حيتعامل ازاي ده بعد مهم جدا نجي لوزارة الاتصالات كل المبادرات بتاعتها هي بالتيم أونلاين وهي موزعة في المحافظات بما تمتلكوا من قوة أنها تقدر تنتشر في جامعة المحافظات نجي لجامعة القاهرة جامعة القاهرة لما لقينا العدد كبير جدا وفي ناس من المحافظات اسكندرية وكفرشيخ ابتدينا نعمل أونلاين كورسيز وبالتالي عملنا البرمجة للأطفال الذكاء الاصناع للأطفال وأن نشغل أونلاين أن نظرك لهم الأطفال لهم ما عندهمش القدرة أن هم يجوا جامعة القاهرة لكن التوصية طلعت إيه تنفذ هذه التجربة في جميع محافظات مصر من خلال قوافل تكون بها جامعة القاهرة إلى الجامعات الأخرى بالتعاون مع الجامعات الأخرى دي تجربة سغيرة والتمول بتاعها سغير لكن فكرتها هي عظيم لكن طبعا إحنا عاوزين كل هذه المبادرات تبقى موجودة في كل محافظات مصر وأنا أعتقد أن كل مبادرة موجودة مع وزارة التصالات هي موجودة في محافظات مصر إحنا نتكلم على التجربة اللي هي بتاعة جامعة القاهرة وإحنا حلناها من خلال أن نعمل أونلاين كورسيز ولكن الفترة الجاية هنعتمد على المزيج ما بين الأونلاين وبين الناس طبعا سألت حركة على كل المبادرات التعليمية سؤالي الأهم أعرضك أكيد متابعة تجربة الهندية في مجال البرمجة الهند هي بلد البرمجة نعم نعم كيف انتقلت الهند احكي لنا كده التجربة الهندية عملت إيه طيب أنا أقول لك ملامح يعني هقول لك يعني هي الهند عملت إيه هي عندها يعني كتلة بشرية كبيرة جدا ضخمة جدا يعني لا مش زينا طبعا في العدل حالي ولكن أنا بتكلم نفسي أضافي الوضع إحنا عدد برضا صح كده هم استفادوا بالكتلة البشرية ابتدوا هم يجهزوا الأطفال والشباب ويعملوا المبادرات زي ما احنا بنعمل كده بالصبت يعني احنا نفسي التجربة لكن هم مسابقلنا من فترات هو عمله إيه الشاب إيه اللي بيعرف في برمجة هو عاوز إيه هو عاوز كنبيوتر يحط على عجره بالضبط هيقعد فين على السلة يقعد على السطوح وهو ماشي وعايز نت سريع وعاوز نت وهو ده النت بقى نتمنى بقى زي أستونيا بقى نقول إيه الإنترنت حق من حقوق الإنسان المصري ما ده بقى لو تحطت بقى في الدستور جميلة جدا لكن شوية يعني احنا الدولة كان عندها مشاكل كثيرة صحيح على الأقل فيه البنية التحتية التقنية صحيح لكن مع الوقت بس في حدول بديلة دكتور يعني آه ليست يعني من بقيتش حق من الحقوق يعني ولكن احنا عارفين ان بقى فيه حاجات بديلة الأول كان عندنا مشكلة أسلاك دلوقتي الفايبر حل المشكلة يعني هناك أشياء كثيرة يعني فيه تطور طبعا بيتم السرعات اختلفت يعني الوطن اختلف تماما المكتمع حاسس بهذا التطور وطبعا ملف بناء الكدرات هو الدولة شغالة فيه على الأطفال وعلى الشباب حتى الكبار حتى الشركات نكمل الهند نجي للهند الهند بقى عملوا إباء لأنهم متقدمين جدا فيه فيه انتاج البرمجيات وده بيعتبر من أفضل النواتج الاقتصاد الهندي هي من خلال البرمجيات فالناس ابتدت تواصل تواصل مع الشركات ومع الدول لإنتاج برمجيات طيب في الهند الخيصة في الهند الخيصة فالشركات ابتدت تروع عندهم وتستغل الأمالة الهندية برخصها وطبعا فكرها المتطور والابتكاري يعني لازم نفكر فيه ابتكار الابتكار هو أفكار إبداعية تجيب فلوس شغالوا قد إيه بقى ده تقريبا يعني عدد كبير جدا من الشعب لكن نسبة كبيرة جدا من الشعب كله شغال في التقنيات حتى في التطبيقات الأخرى إذا كنا بيكلم عن النفيات بنتكلم على بيئة كله شغال في هذا الاتجاه ويصدر يصدر للدول ده ويصدر الأمريكا أكبر شركات التقنيات الأمريكا كيف أن مدير جوجل هندي موجودة جوجل هندي فعندهم وعندهم يعني باحث هندي عدد كبير جدا لكن استفادوا به إنه يكون داعم للاقتصاد الهندي والهندي فعلا من الدول اللي هي الصعيدة من الناحية التقنية فالشباب عندها والمبرمجين عندها هم هيكونوا سبب إن الهندي تكون من الدول الاقتصادية الهامة في العالم أكيد كوني شكرا لك الدكتور أبو العلا عطيفي حسنين الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة نورتنا شكرا نورتنا في وجودك في استوزيو نورتنا بالمعلومات ربنا يحفظي كفير ربنا يحفظي أشكرك شكرا جزيلا